التساؤل الأخير الذي سأطرحه يمكن طرحته عليك سابقا من زمان أنه رهن الحركة كاملا إلى إيران السلطة الفلسطينية هذا الأمر كيف تقيمه سيدي احنا ندرك كما يقول قادتها ليس كأحمد وليس كأحمد احنا ندرك أنه يعني هناك صراع قوة في الشرق الأوسط يعني هذه ليس ليس سر وهناك هو يعني متحالفة يعني سواء قوة فلسطينية متحالفة مع أطراف في الخارج أنا ما يهمني في الأمر في النهاية هو مصلحة شعب الفلسطيني هي معركتنا للحرية والاستقلال هل ما حدث سيقودنا إلى الحرية والاستقلال أما حدث هو كارثة حلت بالشعب الفلسطيني وهي جزء من مسلسل الكوارث الذي نمر فيه لكن هذه كارثة يعني يعني سيئة عليها وقت تجاوزت كل المقاييس احنا نتحمل الصورة تنطق بنفسها عن دمار شامل عن انت بتحكي عن 35 ألف هو الرقم الرسمي في عنا 10 ألاف مفقود في ناس لم يسجلوا في سجل الموتة في ناس ما زالوا تحت الأنقاض في ناس عم تتحدث عن ما يقرب من الميت ألف شهيد في غزة 80% من المنازل دمرت القطاع الصحي دمرت قطاع التام ما في مدارس في غزة نحن نتحدث عن دمار شامل وبالتالي النتيجة من ناحية سياسية يجب أيضا أن تكون شاملة بعد هذا العذاب نحن بدنا نرجع إلى المربع الأول الناقش هل لدي حق في دولة أو لا يوجد لدي حق في دولة يعني ستكون مصيبة كبرى والأسئلة اللي أنت عم تطرح ليها وهي أسئلة مشروعة أنا بعرف أنه الفلسطينيين في قطاع غزة أنا ما زلت لدي الكثير من الأقارب والأصدقاء في غزة اللي بتحدث معهم يوميا على التنهون بيسألوا هذه الأسئلة وبيحكوا في هذه الأسئلة بيقولوا من هو المسؤول عن ما حدث لنا من سيتحمل نتيجة ما حدث لنا من سيعوضنا عن خسائرنا البشرية طبعا لا يمكن تعويضها لكن عن ممتلكاتنا وعن مصالحنا ومن 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 هناك أسئلة كثيرة لكن أنا بقول كسياسيين مسؤولين هذه أسئلة مؤجلة وليس الآن وقت الخوض في يعني في إجابتها